بسم الله الرحمن الرحيم مع حضرتكم أستاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو ده نقدم لحضرتكم الفيديو التلاتين من سلسلة شرح برنامج الماكروسوفت ورد وفي الفيديو ده نقدم لحضرتكم كيفية التنقل بين الملفات المفتوحة من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب دلوقتي لو أنت عايز تنتقل من ملف ورد مفتوح إلى ملف ورد تاني مفتوح تقدر بأنك تعمل الحاجة دي من خلال تلات طرق الطريقة الأولى هي الطريقة التقليدية اللي أنت تقدر بأنك تعملها عن طريق شريط المهام أو التاسك بارب اللي بيظهر في نهاية الصفحة وتقدر من خلاله بأنك هيظهر لك إيه الملفات المفتوحة فتقدر تختار الملف اللي أنت عايزه منهم وتشغل الملف ده دي الطريقة الأولى طيب الطريقة التانية الطريقة التانية بأنك تقدر بأنك تبدل ما بين كل البرامج المفتوحة عن طريق أمر Alt Tab هتفضل ضغط على Alt وبعد كده هتضغط على Tab فهيتحرك ما بين القايم المفتوحة علشان ينقل لك ما بين الملفات المفتوحة Alt Tab أمره يسمح لك بأنك تتنقل ما بين كل الملفات المفتوحة على جهازك أو البرامج المفتوحة على جهازك سواء الورد أو غيره طيب الطريقة التالتة بقى وهي الطريقة الرسمية في التعامل مع برنامج الميكروسوفت وورد هي بأنك تدخل على قيمة View ومن قيمة View هتضغل على Switch Windows من Switch Windows هتلاقي بأنه بيعرض لك أسماء الملفات المفتوحة على برنامج الميكروسوفت وورد في الوقت الحالي واللي هي تظهر لك في Taskbar فهو قال لك بأنه حاليا فيه أربع ملفات وورد مفتوحة تقدر تضغط على أي ملف منهم هتلاقي الملف ده أنا هضغط على View تاني وهقول له هتلي ملف رقم اتنين هو جاب لك الملف رقم اتنين طب View وهتلي الملف رقم أربعة جاب لي الملف رقم أربعة ولو أنا عايز ملف رقم واحد هيجيب لي الملف رقم واحد دية الثلاث طرق اللي موجودة عندك علشان تبدل ما بين الملفات المفتوحة عندك في منامج الميكروسوفت وورد أو في نسخة الويندوز بكده نكون خلصنا الفيديو ده بنشكر حضراتكم نتمنى لحضراتكم جميعا كل التوفيق ونتمنى تشرفونا باشتراكم في القناة اشتركوا في القناة